المدينة المنورة جبل احد الذي قامت في موقع احد سنة الثلاثة هجرية واستشهد فيها سيدنا الحمد مسجد الفتح احد المساجل التي بنها السحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقع في شمال المدينة على رب من ربا جبل سلعة مسجد القبلكين به محرابان احدهما يتجه الى الجنوب جهة الكعبة والاخر يتجه للشمال جهة بيت المصدف والمأثور ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المسجد الى بيت المصدف حتى امره الله تعالى ان يجعل الكعبة قبلتا بستان ومسجد عروى في ظاهر المدينة اشتركوا في القناة مسجد الغمامة ما يسمى ايضا مسجد المصلى ذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيدين في موضح مسجد سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه عين الزرقاء عين مأثورة يرتوي منها اهب المدينة المنورة مسجد قبل اول بناء اقيمة الاسلام ليكون مسجدا بناه الرسول عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة وهو المسجد المصود بقوله تعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال محبون ان يتطهروا والله يحب المستقرين مبرك الناقة بمسجد قبل المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام عند اخر مرحلة من مراحل الهجرة الى المدينة المنورة محراب مسجد قبل ويوجد في نهاية بداره محراب اخر يقال له طاقة الكشف شارع بالمدينة المنورة يؤدي الى الحرم الشريف سوق بالمدينة المنورة قبل قدوم الحجاج سوق بعد قدوم الحجاج احد اجواب الحرم النبوي شريف القبة الخضراء الشريفة التي تظل تحتها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه ابو بكر الصديق وعمر الفارو السلام عليك ايها النبي ورحمة الله ورحمة الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد عبده ورسوله بلغت الرسالة وابديت الامانة ونصحت الفنحة وجاهدت بالله حق جهاده حتى اختارك لدوارك جذاك الله عن المسلمين خير جدا